تورد ما نحتاجه فقط من المواد اللي لا يمكن انتاجها بالوقت الحالي اليوم حتى لو موضوع الطاقة الاستيراد سواء من اي دولة ثانية لا يمكن اليوم العراق مباشرة انه ينشجأ مصنع لانتاج الغاز ويربط المحطات التوليد الموجودة ومحطات الوقود الاخرى يحتاج الموضوع الى مزيد من الوقت وهذا الوقت قد يتطلب سنتين وثلاثة ولكن ايضا موضوع الصادرات الايرانية الى العراق يجب ان يكون بشكل مدروس نحن ليس فقط كما ذكرت ليس فقط الجانب الايراني كل الجانب اليوم يجب ان ينضع الامور الضرورية لاستيرادها واما الامور الغير ضرورية فيجب اعادة النظر بسعر التعرفة القمرقية لبعض المواد من اجل خلق نوع من الموارد الحقيقية للحكومة العراقية نحن اليوم نتكلم عن 40 مليار دولار حجم الاستيرادات العراقية الرسمية اذا تمت السيطرة على المنافذ الحدودية بشكل كامل فنحن ما نتوقع ان تكون حجم الايرانات من المنافذ الحدودية اكثر من 6 مليار دولار احنا العراق يحتاج الـ 80 مليار دولار بالسنة لتعويض النقص الحاصل فالـ 6 مليار بالمرحلة هذه ممكن تعظيمها اما من خلال زيادة التعرفة القمرقية لبعض المواد واما من خلال انه نزيد المواد اللي ممكن انه نستوردها ولكن بزيادة مدروسة تتناسب مع حجم السوق المطلوب وليس ان تكون مثل ما كانت سابقا مفتوحة وبالتالي اثرت على كل النشاط الاقتصادي سواء الصناعي او الزراعي شكرا